نبدأ تقريرنا الصحفي مع ما ذكرته صحيفة أرمان أمروز حيث اعتبرت تنفس سبعين مرشحا إصلاحيا مقابل ثلاثة آلاف أصولي في انتخابات البرلمان الإيراني تنفس ليس بالعادل وقد أبدت الصحيفة استغرابها من الأصوليين الذين رفعوا شعارات غريبة للترشح لانتخابات البرلمان مؤكدة بأن المرشحين تجاهلوا أبرز الأمور المهمة التي يجب أن يتطرقوا إليها أما صحيفة ابتكار فنشرت تقريرا يتحدث عن مطالبات الشباب الإيراني من المرشحين في الانتخابات حيث تمحورت غالبية المطالبات حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في إيران والمطالبات بإيجاد الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والقضاء على البطالة كي لا ينجر لمتاهات المخدرات خاصة وأن الإحصائيات الأخيرة أظهرت نسبا خطيرة حيال قضية تعاطي المخدرات بين فئات الطلاب في كافة المراحل الدراسية وفي صحيفة أفتاب يزد توقع مستشار الرئيس الإيراني محمد علي نجفي أن تكون نسبة الإصلاحيين والاعتداليين في البرلمان 65% محذرا بالوقت نفسه من وجود تيار يسعى إلى نشر حالة اليأس بين الناس بالأخص فئة الشباب على حد وصفه وأضاف أن هذا التيار يعمل جاهدا على إثارة الفوضى والقلاقل في البلد ونختم تقريرنا مع مطالب المواطن الإيراني بتنفيذ الوعود التي أطلقها روحاني إبان حملته الرئاسية حيث صرح فرامرز توفيقي ممثل الجمعية العليا لنواب العمال في لجنة الأجور أن أحد عشر مليون عامل لا زالوا ينتظرون تحقيق وعود روحاني لهم وحول انتخابات البرلمان أكد توفيقي بأن العمال يحتاجون إلى نائب صادق لا ينسى وعوده الانتخابية